التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت درينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة إلى رئيس الوزراء الهندي نارينجا مودي بمناسبة تجديد الشعب الهندي أفتقى في قيادته لفترة ولاية جديدة وأعرب رئيس السيسي على حسابه الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي عن تطلع مصر للعمل المشترك في الأعوام المقبلة لفتح أفاق جديدة لتعزيز العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة لعملهم المشترك متمنيا التوفيق والسداد لرئيس الوزراء الهندي ولشعب الهندي الصديق المزيد من التنمية والرخاء استشد عشرات الفلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مدرسة تابعة لأنروه بمخيم النصيرات واستقطاع غزة وقالت السلطات الصحية بغزة إنها تتوقع ارتفاع عدد شهداء مجزرة الاحتلال الجديدة بالنصيرات بسبب العدد الكبير من الإصابات الخطيرة والحارقة هذا وأوضحت مصادر فلسطينية أن قصفا جديدا استهدف حيئة للسلطان غربي رفح الفلسطينية ما أسفر عن شهداء ومصابين أكدت منظمة الأمم المتحدة لطفولة يونيساف أن تسعة من كل عشرة أطفال في غزة لا يستطيعون تناول العناصر الغذائية من مجموعات غذائية كافية لضمان نموهم وتطورهم بشكل صحي وأضافت اليونيساف أن العمليات الإسرائيلية والقيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة أدت إلى انهيار النظامين الغذائي والصحي مما ينذر بوقوع عواقب كارثية على الأطفال وأسرهم هذا وأكدت المنظمة أن أطفال غزة يعانون من فقر غذائي حاد مما يمثل خطرا يهدد حياتهم حذرت الولايات المتحدة من أي تصعيد بين لبنان وإسرائيل بعدما توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو بتنفيذ عملية عسكرية هناك وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن واشنطن لا تريد أي تصعيد للنزاع لأنه سيؤدي فقط إلى مزيد من الخسائر في الأرواح سواء لدى الإسرائيليين أو اللبنانيين جدد مجلس السيادة السوداني استنكاره وتنديده بانتهاكات قوات الدعم السريع ضد المدنيين وفي بيان له أكد مجلس السيادة السوداني أن قوات الدعم السريع أقدمت على ارتكاب مجزرة بحق المدنيين في قرية ود النورة بولاية الجزيرة والتي راح ضحيتها عدد كبير من المواطنين الأبرياء هذا ودع مجلس السيادة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لإدانة واستنكار هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها من قوات الدعم السريع إعمالا بمبدأ عدم الإفلات من العقاب انطلقت اليوم انتخابات البرلمان الأوروبي في هولندا والتي ستستمر حتى الأحد المقبل الموافق التاسع من يونيو الجاري في الدول السبع وعشرين للاتحاد الأوروبي ويختار الناخبون سبعمائة وعشرين عضوا بالبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بين آلاف من المرشحين من أحزاب اليمين والوسط واليسار واستمخاوف من صعود اليمين المتطرف وتقام هذه الانتخابات الأوروبية كل خمس سنوات ويختلف موعدها بين دول الاتحاد حيث بدأت اليوم في هولندا والجمعة في أيرلندا والسبت في كل من لاتفيا ومالتا وسلوفيكيا في حين يصوت الناخبون في بقية دول الاتحاد الأوروبي من بينها فرنسا يوم الأحد المقبل يستضيف منتخب مصر الأول لكرة القدم منتخب بوركينا فاسو في العاشرة مساء اليوم على الساد القاهرة الدولي في إطار الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك هذا وأنهى المنتخب بقيادة حسام حسن استعداداته للمواجهة المرتقبة ونجح منتخب الفراعنة في تحقيق الفوز خلال الجولتين الأولى والثانية بتصفيات المونديال على حساب كل من جيبوتي في القاهرة بسداسية نظيفة قبل الفوز على سيرليون بيدفيني دون رد بالجولة الثانية انتهى موجز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة